السلامة أولاً لأنها تعتبر أولية قصوى في جميع الأوقات وفي جميع المجالات إنها تهدف إلى حماية الناس والممتلكات من الأخطار والحوادث المحتملة عندما نضع السلامة أولاً فإننا نعبر عن التزامن بضمان سلامة الجميع وتوفير بيئة آمنة للجميع إذا تم تجاهل السلامة فإنه يمكن أن يحدث العدة من الأضرار والإصابات والخسائر التي يمكن أن تكون خطيرة ومدمرة لذلك يجب أن نعتبر السلامة أولاً في جميع قراراتنا وأفعالنا